من خمس سنوات وأنا مطارد من طرف مفهوضين قطعيين أحكام تلو الأحكام مع العلم أنني قضيت ما يزيد عن 30 سنة ثلاثة وثلاثة سنة مع القناة الثانية وقعت لي الثلاثة الحاولية للشغل بعد وحدف ركبته وحدف فرجلي وحدف الرقبة ديلي وما زلت أعاني من آلامها ومن آتارها ثلاثة الحاولية مرت وتقالي التعود عليها لأنني أنا طلبتني القناة وقعت مع عقد في البداية ديليا ولحتى قبل البداية ديليا كنا قبل ما تبدأ العقد اللي وقعته مع القناة يعني فيه بونود والتزامات ديليل طرفين إلا أنه مرفق بواحد من بعدها يديره هو القناة تقدير العقد مع شركة تأمين أكسا وأنا لم أستشرف التوقع أنا ما وقعتش مع أكسا ما اختاري الشركة اللي غتأمني وما اللي اختاروا هاليا حتى الأمور عادية يعني ما فياش إشكال إذا اخترت لك المؤسسة ديليك بالمشغيل ديليك اختار لك المشغيل ديليك بأنك أنت تؤمن وتدفع مقابل ذلك تأمين واحد الاشتراك شهري فبها ونعمة أنا فقد تنفع الاشتراك ديليه رسوم الاشتراك شهريين وما يقتطعوا لي من الراتب ويعني هم ما يتخلصوا وأنا الواجب ديليه ما يتخذوه اللي احتاجتهم ولو وقفت بأنه في شي مرحلة مراحل وقعت ليتش حادثة تشغل ويكونوا تهم يؤديوا الواجب ما يملئ القانون بذلك فإذا بي أفاجأ بعد أحكام وخبرات أحكام تابتة باسم جلالة الملك وخبرات تبية وخبرة مضادة وخبرة تولاتية وكل شيء أتفاجأ في حكم كان في صالحي غادي قوموا به في النقد ودون أن أبلغ بالنقد وهذا خطأ قانوني فادح وغادي تحكم ديك الحكم النقد ضدي لصالحهم في وقت قياسي وغادي رجع الحكم الابتدائي وغادي استعناف وغادي بغيون الفدعلي الآن ما بقي عندهم إلا التبليغ وانا دير النقد أنا أقر بأنه كان واحد تقسير من طرف المحامدي اللي كانت بعد ملف قصر ولكن هذا لا يعني بأنهم كانوا نزهاء هذا الشركة التأمين أولى الشركة المشغلة كانوا نزهاء في الملف فالشركة المشغلة ما قدراش تدخل محمدي لها أقل يقول ناش ندخلوا بينك وبينهم والمؤسسة لدي تأمين حضرات تتحضر معي في الخبرات تتحضر معي مفوض قضائي دي لهم تتحضر معي واحد مسؤول في قسم تتحضر دي معموري ما مشتر وكيحضر الطبيب دي لهم والمحامي المحامي دي لهم أربعات أطراف تتحضروا بشي فولي رجلي واش مضربة ولا مضربة شوية ربقات تحكمات وبخبرة قانونية والتبية وكل شي وكيبدأ عبر لي الدربة واش عميقة والسنتيمات يورك عليها بحل أنا في شي يعني شي مش زارة ولا شي حاجة بحل شوية بشي كزار يبدأ يقطع الحم ولا يقد مكرهوش يبدأ يقطعو يشوف الدخل واش كين شي ورام ولا ما يكنش باختصار أنني يعني وقفت القناة موقف حيادي حيادي سلبي وصمت سلبي المؤسسة دي التأمين كان فيها شجيها اللي يعني بغى بغى في الخدمة بغى يطيحوني ما عارت شنوبين وابنهم كان عم تشي واحد ما عارت شنودرت لهم الحالة دي الوحيدة في القناة وفي تاريخ القناة رغم أن حاولت الشغل تعرض لها عشرات هذه الإخوان وكلهم ما عندهم تشي إشكال إلا أنا طالبوني الآن عندما الآن الحكم طالبوني بشي مبالغ ما تقاضيتهاش ما خديتهاش ولكن تخديت هذه المبالغ اللي قليلة قلما من اللي تي طالبوني بها فيخديتها الحقي وبعد سنين كان حادثة اللي وقعت لي في الفين وثلاثة وحتى الالفين وربعتاش عادت يطالبوني بها ما بعدها تخيل حادثة في الفين وثلاثة وما بعد العشر سنوات عاتي في أخوتي يقول لك حقارة يمكن كان شي غلط وقعوه في غلط في النساب وبين بين الخبراء اللي عينتهم من المحكامة واحد طبيب خبير تابعه وتشتغل مع المؤسسة دي التأمين وتتعين من المحكامة باش هو يقلب لي تخيل وهذا رأت بتشي قضايا سابقة كانت ورد في هذا الطبيب هذا اللي بغي ينقص لي من ديك النسبة للعجز ونا اضطريت باش ندير طلب خبرة خورة وعطوني خبرة خورة وعود أكد لي ديك العجز بمعنى أنهم كانوا تقلبوا باش نزلوا لي العجز وحتى المقالة دي المحامي اللي كانت يكتب كلها سب وشتم ونعت بأنني نصاب يعني وتنقيس من القيمة دي لي بواحد شكل لا يوصف لو لو طلعت على المقالات يعني لتبين لك واحد واحد يعني واحد الهجمة مبطنة واحد الحق المبطن غير مبرر لا أدري ما السبب وراء هذا شيء فأنا في منتصف في واحد منعطف ما أرش ندير واش نخليهم نفدوا علي ويخدوا يحجزوا لي على البيت ويحجزوا لي على الراتب المعاش دي لأن أنا أنا محال على التقاعد المعاش دي اللي بغوا يأخدوه وعندي عندي قروض ما فهمت شنو يمكن يوقع علي فأنا في واحد العمر خسني ارتاح الآن هما رحتهم فأنني مرتحش خمس سنين وانا في مطاردة دائمة وطلبت المسؤول والمسؤول الثاني والمسؤول الثالث وكل المسؤولين في المؤسسة دي اللي كانت شغلني الآن ما ولا لا أودن صغية ولا هم يحزنون تاوحد ما كرتالية اشتركوا في القناة شكرا